من الله الرحمن الرحيم نتحدث عن نشاط شركة المساهمة واسمحوا لي أن أستعرض نشاط شركة المساهمة بشكل مختصر جدا لأن نشاط شركة المساهمة هو من الأمور التخصصية التي ينبغي عدم شغل الطالب العلوم الإدارية بها وإنما هي تخص طالب القانون بشكل أساسي فتولى إدارة شركة المساهمة هيئات نص عليها النظام وهي الجمعية العامة للمساهمين ومجلس إدارة شركة المساهمة كما تقطع شركة المساهمة لرقابة عدد من الأجهزة الداخلية والخارجية فهذا بالنسبة لإدارة شركة المساهمة وسوف نتحدث بشيء من التفصيل عن كل هذه الأمور أما بالنسبة لإنقضاء شركة المساهمة فشركة المساهمة من شركات الأموال التي تنقضي بأحد الأسباب العامة لإنقضاء الشركات وهي إنقضاء المدة المحددة لحياة الشركة ثانيا تحقيق الغرض الذي أسست الشركة من أجله ثلاثة انتقال جميع الحصص في يد شريك واحد أو بالأحرى إذا قل عدد الشركاء عن خمسة شركاء أربعة هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا خمسة اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل إنقضاء مدتها ستة الاندماج بنوعيه سواء كان اندماج بالضم أو اندماج بالمسج سبعة الحل القضائي أما بخصوص إدارة شركة المساهمة فيقوم بإدارة شركة المساهمة مجلس الإدارة وهو بمثابة الجهاز التنفيذي الذي يتولى إدارة شؤون الشركة فهو يقوم بتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة أو العمومية للمساهمين في إطار الغدرد الذي أسست من أجله الشركة ويتشكل مجلس إدارة شركة المساهمة من عدد أعضاء بشرط أن لا يقلوا عن ثلاثة وتقوم الجمعية العامة بانتخاب هؤلاء الأعضاء ويجوز إعادة تعيين هؤلاء الأعضاء إذا انتهت مدة عدويتهم ما لم ينص النظام الشركة على خلاف ذلك وإذا أصبح منصب رئيس مجلس الإدارة شاغراً أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بسبب وفاته أو عزله أو مرضه أو استقالته أو لسبب أي سبب آخر يعين المجلس بصفة مؤقتة عدو آخر نيابة عنه إلى أن تقوم الجمعية العمومية بتعيينه بتعيين أو بانتخاب عدو آخر رئيس مجلس الإدارة والعدو المنتدب والسكرتير يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وله أن يندب عدواً لأعمال الإدارة ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العدو المنتدب شروط عدوية مجلس إدارة شركة المساهمة واحد أن يتمتع بحسن السير والسلوك وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جرائم تمس الشرف أو تتعلق بالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو التفالس اثنين أن يقرق كتابة بقبول التعيين ثلاثة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الإسمية عن عشرة آلاف ريال وهي ما تسمى بأسهم الضمان أربعة أن لا يكون موظفاً عاماً حيث لا يجوز الجمع ما بين الوظيفة العمومية وعدوية مجلس إدارة أحد الشركات خمسة أن لا يكون عدواً في مجلس الشورى اجتماعات مجلس الإدارة يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كما يجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع مطى طلب إليه ذلك اثنين من الأعضاء ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أشخاص ولا يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة مكافأة نظير إدارته يحدد هذه المكافأة نظام الشركة كما يحدد كيفية طريقة صرفها كما يجوز أن يكون له راتباً أو بدل حضور عن الجلسات أو مميزات عينية أخرى كبدل السكن وبدل المركب وبدل الانتقال إلى آخر هذه الأمور وبالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة يكونوا مسؤولين أمام المساهمين مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية عن أعمال إدارتهم المسؤولية المدنية فيعتبر أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن أخطائهم في الإدارة مسؤولية تضامنية تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير فيجب عليهم تعويض الضرر الذي نشأه بسبب سوء إدارتهم كما يسأل مسؤولية جنائية في حالة إذا مرتكب أعضاء مجلس الإدارة مخالفات أو جرائم تدخل في ظل المخالفات الجنائية كأن تصدر عنهم أفعال تنطوي على الغش أو النصب أو التزوير إلى ما غير ذلك فيكونوا مسؤولين عن هذه الأفعال مسؤولية جنائية إلى جانب مجلس إدارة شركة المساهمة يوجد ما يسمى بالجمعية العمومية للمساهمين والجمعية العمومية المساهمين إما أن تكون الجمعية تأسيسية وهي التي تنعقد خلال فترة تأسيس الشركة أو جمعية عامة عادية والجمعية العامة العادية هذه والجمعية العامة إما أن تكون جمعية عامة عادية وهي التي تنعقد كل عام مرة واحدة على الأقل كل عام أما الجمعية العامة غير العادية يجوز في حالة وجود طوارئ تستدعي إنعقاد الجمعية العامة أن تدعى إلى إنعقاد غير عادي في حالة ما إذا أرادوا أن يبيعوا أصول الشركة أو أن يصفوا الشركة أو إذا كان هناك أمر قطير يستدعي ذلك موسيقى